موسيقى علماء النفس يقولون الانسان الناجح يستخدم شيئين في الحياة يستخدم عقله ويستخدم قلبه ليس هناك انفكاك وانفصال بين العقل والقلب كلاهما يجب أن يسيران باتجاه واحد أحدهما يكمل الآخر إذا كان هناك تنازع وخصام بين العقل والقلب الإنسان لا يستطيع أن يحقق هدفه يفشل في الحياة أضرب لكم مثال كثير من الناس عندما يريد أن يتزوج مثلا عقله يقول له هذه الزوجة أو هذا الزوج لا يصلح لك لكن قلبه يقول له تزوج فيحدث هناك خصام بين الاثنين العقل دائما يقول له هذه العلاقة لا يرجى منها النجاح أنت لا تستطيع بهذه العلاقة أن تحقق طموحاتك في الحياة أن تبني أسرة أن تربي جيل من الأولاد لكن قلبه يخدعه يقول له أنت في علاقة حب وغرام مع هذه الفتاة أنت تعرفها منذ أعوام وهي تبدو لك فتاة جميلة في غاية الروعة والجمال أخلاقها جميلة التزامها نحوك وهي أيضا تحبك قالت لك الكلمة الفلانية بعثت لك التكست ميسج الفلاني بعثت لك الإيميل الفلاني فهي تحبك إذا فهنا يبقى هذا الإنسان متحير حائر العقل يشده إلى جهة والقلب يشده إلى جهة معاكسة تماما فماذا يصنع؟ يتحير إما أن يستجيب لعقله أو لقلبه لكن إذا كان هناك انسجام بين العقل والقلب كلاهما يسيران في مسير واحد مشروع هذا الإنسان لا يفشل لا يفشل البعض يتصور أننا نحتاج إلى العقل فقط ولا نحتاج إلى القلب وهذا خطأ كبير أنت تحتاج إلى الاثنين البعض يعمل قلبه وعواطفه ولا يعمل عقله هذا خطأ والبعض أيضا يعتقد أن إعمال العقل هو واجب وإهمال القلب ضروري وهذا أيضا خطأ كبير إهمال الشيئين خطأ عليك أن تعمل الصفتين والملكتين ملكة العقل وملكة القلب العقل والفهم والإدراك والذكاء وأيضا العاطفة والأحاسيس لها دورها في حياة الإنسان نحن بشر البشر يتكون من عاطفة ليس من عقل محض الله أعطانا العاطفة حتى تكون حياتنا متوازنة أعطى العاطفة للأبوين بالذات للأم وإن لم يعطيها إن كان الله تعالى قد سلب العاطفة من الأم فالأم لا تصبح أما لا تهتم بأولاتها تقدم نفسها على أولاتها ما الذي يجعل الأم تضحي بحياتها بنومها براحتها في سبيل أبنائها العاطفة الموجودة وليس العقل فقط لذلك مرات العقل لا يفهم بعض الأمور القلب يدركها لذلك على الإنسان أن يستخدم الاثنين الرأس والقلب العقل والقلب كلاهما لا يستخف بأحدهما وهذا هو مبدأ الأنبياء دائما الأنبياء عندما جاءوا صحيح دعوة الأنبياء دعوة فكرية دعوة عقلية تتناسب مع العقل لكن أيضا استخدموا طرقوا أبواب القلوب أيضا الأنبياء بدأوا بدأوا يطرقون أبواب القلوب والعواطف أنت الآن عندما تقرأ القرآن تقرأ الحديث القدسي هل فقط عقلك يتأثر بذلك أم القلب أيضا قطعا كلاهما يتأثر كلاهما يتأثر وحتى الإيمان الإيمان ليس مكانه فقط العقل بل مكانه أيضا العاطفة والقلب والأحاسيس والمشاعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر